السلام عليكم شباب معكم افدل من gaming time اليوم الجمعة مخلصت وظائفي الجماعية ياب وظائفي الجماعية زلتها هل خلاص كل حاجة بدأت فرصة أجي وسجل معكم فيديو ضريف ورطيف وخفيف كيف حالكم؟ عصركم خير؟ طيبين؟ اليوم الفيديو بتكلم عن حاجة ما راح أسميها تسريبات بس قد تكون تسريبات قادمة بإذن الله لأن أحد الأنظم اللي كل لعبة Gatchا راح تحطها نظام التحالفات تحاول تخصونا بشكل يومي أو أسبوعي في شخص صوب تقسيم رائع زي اللي تشوفونا قدامكم بتكلم عنه بتفاصيل بإذن الله وودي أشاركم الفكرة هذه وإذا أنتوا عجبتكم وودي تنشبون لأمي هويو عشان يضرفونا عندنا في اللعبة هنا صوتكم مهم مهم بشكل غير طبيعي هنبدأ كالعادة قبل أن نبدأ معكم أمر سبسكرايب لايك كومنت شير ضرب من القربة 54 ألف وداخلية 50 ألف قاعدين نطير قاعدين نطير طيران غير طبيعي فأتمنى إذا أنتم فرحانين مسأسين ومسويتكم الحاجة ومروقين اليوم في الإجازة زر لايك جلس التنبيهات ونبدأ في فيديو سنة سريعة أوكي باي باي بنبدأ بنبدأ الآن الفكرة حقة التحالف كلها بعضها فان ميد واحد من الناس اللي لعبون اللعبة اللعبة والعاب قاتشة ثانية والنظم هذه موجودة في الألعاب ثاني فجاء يبي يوري الصورة هذه للناس اللي لعبون اللعبة لترى هي فيه احتمالية مو باحتمالية فيه الإمكانية أن يكون عندنا نظام زي هذا موجودة في الألعاب الآن إذا ميهوي سطرها على مخصف العصر إذا سطرها على مخه وخلاها تسوي شغلة هذه صنع البوست هذا كله اسمه ساكس بي وبحط اللينك تحت عندكم بحيث الناس تخش وتسوي لايك وتسوي شغل معين على البوست وشاء تحفز الناس والميهوي طالع تقول أوكي الناس تبيها خلنا إذا شخص واحد تسوي هذا الكلام كله نحن مفروض نستحي ونحاول نسويه طريقة أفضل أو نفس الطريقة باحتمال لازم أفضل أتكلم أريكم بالضبط الخربطة هذي كلها شمعناها للناس اللي قاعدين عبون قيشن وليش رح تضيف طبقة خون فشارية من اللعب الجماعي الكو أب أول حاجة نظام التحالفات أساسا حلو أن عندك تحالف معين رح تسمي اسم معين بسمين بجزارة فامنة بس عندك تحالف وعندك خيارات تأشي كثيرة في عندك القاعة حق التحالف حقك اللي موجود فيه معلومات البحينات أعضاء التحالف اللي كم واحد فيهم أونلاين من اللي فيهم سويت شركين الرسالة حقتكم اليوم كم مهمة موجودة وكم واحدة سويت بالمهمات هذه الزعماء الموجودين يمديك تشارك فيهم الآن أنت مع ربعك تسخشون تذبحونهم عشان يخذونك تجيك الجوائز المشاركة ولا جوائز قدل الزعيم أتكلم عن ذلك إلا وليس يمكن بعض الناس اللي أول مرة يعبون لعب قاتشا شيء غريب لها اللي فيكم لعب قاتشا من قبل أعدكم وما عاد يقول آه يا صديق زي ذيك وذيك 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 اللعبة كلهم نفس الفكرة لأنه موجود في اللعب ثاني كنت قال يعني لا يحتاج أن يخترع النظام ميهويو النظام موجود مجرم مستهلك وفعال حرفيا كل يحتاج أن يسوونه والتصميم ذا بتعوبالي ترضى حرفيا من واحد سوا من عندها تصمم كل حاجة مع ثيم حق قنشن كان يقول ميهويو تراهيم ديكم عيب مفرد يوظفونا صلاحة عندك التحالف أو القلد هول أو الصالة حق التحالف أو مدلس التحالف عندك الأعضاء عندك تبادل الكتب حق التالنتات وما تكلم عنها بعد شويش فايداتها المتجر حق القلد لما تسوي مهمات في أشياء تجيك مختلفة منهم مفاتيح تفتح لك زعماء أو نقاط اللي تشوفها فوق عندك هنا وذي تستخدم لكي تشري أشياء من المتجر حق القلد سواء أسكنات أو أشكال بعض الأدوات الجانبية أو بعض الأسلحة المختصة تجيك من القلد فإذا تفعلت مع مجتمع معينة مع كميونيتي معينة تجيب أسلحة جيدة تستخدمها في البلدات حقتك شي جميل على أموم إنه في ناس يشوفون التحالف حقك وإنه يكون جزء متحالف هذا الجميل ويرسلك طلب الاستضافة وإنه يضاف لكم في القلد حقكم فيكون موجود عندكم هنا والهسري الناس اللي شاركها واللي يدعمها واللي يسوهمهمات اللي دائماً أونلاين اللي يوصلوا لك تحديات معينة اللي توجايفها في السار اللي توجايتها تشيشي كل اللي يكون موجود هنا فيمديكم تعرفون أخوياءكم اللي معاكم في التحالف اللي تعبوا معاهم يومياً أو أسبوعياً شي اللي قاعد تصير معاهم أول بأول شي جداً جميلة بدي لك اللاعب معاكم اللعبة بصورة مبسطة جميلة الآن هو تطرق لكم من نقطة منه بأتكلم عنه هم راح يتكلم عن عضاء لأن العضاء موجودين ما عندنا مشكلة فيهم القلد والله هذا الاختصار اللي تشوفه قدامك كله كل يوم تدخل عندك مهمات قاعدة جدد مهمات تسمونها مهمات القلد ولا مهمات التحالف والمهمة تقعد لمدة ساعة كاملة وبعد ساعة تجيك مهمة جديدة فإذا عندك مهمة صعبة ما قدرت تسويها لأن الزعيم اللي تلازم تذبح ناري ولا المهمات اللي فيها صعبة ولا أنت والله ما بداك تلحق في مهمة تقعد معك لمدة ساعة وإذا سويتها تنحسب لك عداد واحد من أصل ثلاثة وعندك ثلاث مهمات في اليوم تسويها المهمات فيها الشيئة كثيرة جوازة حليوة مورة بسيطة عشرين ألف خمس وعشرين ألف عشرات اللي هو شيء جدا بسيط ومعها يعطونك النقاط حقيقة التحالف اللي تستخدمها في المتجر ومعها في احتمال يعطونك مفتاح المفتاح اللي ثلاث مصويت من دورة أخضر أزرق بنفسدي حلو أو يعني عادي نادر ونادر جدا بتكلم عنهم مع الزعماء تحت بعدين المفاتيح اللي تفتح الزعماء ونوع الزعماء المختلفة ممبرز ما راح أتكلم عنه لأنا بيصدهاك أعضاء الفريق نتكلم عن تالنت بوك إكسجينج كل واحد يمضي حط تسع كتب زرقة يبدلهم لكتب معينة مثال ذوي والله يقول لك أنا أعطيكم الكتب حق التلفيل بال ودي الكتب حق التلفيل جونجلي وغيرة وللعكس والله أعطيك كتب بال بس أبي كتب تلفيل حق الكاركتر اللي هوضاش اسمها يوميا وذا ينطبق عليك الكاركتر ثاني فأنت يمديك تحط عرض واحد من الكتب يوميا حدك عندك تسع كتب يوميا تسوي الشغلة هذه ويمديك تروح أنت تبدل تسع كتب من الكتب حقينك موجود تحت هنا عنيوني وتشوفوا الخيار فمعناها يوميا يمديك تجيب ثمنتاشر كتاب من الكتب اللي تحتاجهم بدل ثمنتاشر كتاب أز أخضر من الكتب اللي أنت ما تحتاجهم يعطيك نوعا ما كأنه فار مجاني هم فار من أن أنت الموارد عندك اللهم خويك بمواردك وأنت بمواردة فيمديك تخيش والله كوجو عند الكتاب اللي أنا بيه هو كتابي بداب وبحط عرض الكتب حقيني هذا شي جي شي جدا جميل والفكرة حقتها كدلك حط تفاصيل إضافية أكثر إذا كان في كتاب أزرق تماتك يتحول إلى كتاب خضر اللي أقل من الرتبة فمنثلا لو واحد حاط تسع كتب خضر وواحد حاط ثلاث كتب زرق النتيجة واحدة لأن الثلاثة يتحولون إلى تسع خضر ويمديك إذا دماشتون في احتمالنا يزدون جي كتاب إضافي وياها أزرق ولا ثلاثة إذا تمحظوظ هذا أحد الأشياء الحلوة والجميلة وتضيف عنصر من الكواب من التفاعل واللي يمديك تحتك مع الناس وتقول لهم والله أنا عندي كمان كتاب بكر خل كتب كلي تران بعد عندك كتب زيادة بيها فطول أسبوع بدأ بيروح يفرم من ريزن حقها يحول الكتب اللي ما يحتاجها إلى الكتب اللي يحتاجها اللي يجونك من المصادر مختلفة واجهة من المهمات جانبية من صناديق موجودة في العالم أو من مهمة ترانزمورفغيشن ترانزمورفغيشن اللي تعطيك من أسبوع جوائز عشوائية كلها يمدينا نحولها إلى الكتب اللي نبيها نوفر علينا ريزن في الفارم نسهل تلفيل الترنتات حقتنا وتفيدناها شوالد الشوب مخط فاصيل عننا بس المواد معينة أساسية موجودة تشبه المواد اللي موجودة عندك في البيت ولا نظام المتجر اللي موجود عندك في الهاوسينج سيستم هناك احتمال يبدأك تشريف ريزن مرة في الأسبوع فتحفف مثل الناس اللي يتفعلون في القلد فتجمعون نقاط على الأقل عشان يجبون الريزن المجاني أسبوعي يحطوا لك نوع من وعد السيحة الشهرية اللي تجيبها راح تفرم موادت على مدل الشهر هذا بس يجيبك سلاح مجاني إذا فرمت مدة شهر كامل والذي يعتبر سلاح فور سار في شهر كامل ليس بشي بروكن ليس بشي كبير ليس بشي يخرب اللعبة ويخليها سهلة بس يسهل عليك على الأقل تبني واحدة من شخصياتك شهريا بحيث تلقى لها السلاح ليس بخرافي بس ممتاز وحليوي أعتبر لها الثالثة اللي فيها تفلسف فعليا موجود في لعب ثانية فعليا موجود في لعب ثانية كثيرة وغلبياتهم يطبقون القاعدة هذه ويوم من الأيام يحرقون عمرهم يحاولون يضفوا الأشياء هذي عندنا في اللعبة لسنا أتمنى أن يبدو أن يبقر وما يبدو أن يتأخر أنا عارف أنه يمكن أن الناس هو هم الآن طبين في اللعبة ويкивائدون يستكشفونها فش فيه عدا لتتسكر الحالة؟ أنا داري أن الناس يتصافهم طبين في اللعبة ويحاولين استكشفونها وما بعد يمللهم من اللعبة، فحطين الأشياء هذي يمكن بعدين يمللوا الناس من اللعبة يحطونها عشان يرجعون الناس خلوا يبنعبون أكثر وأكثر وأكثر بس أتمنى يحطونها مبكر ويضفون أشياء جديدة هم يبتكرونها مو بس ينسخون من السنين الأشياء الثانية عنهم الفكرة حقة الزعماء في عندك ثلاثة نواع من الزعماء في الزعيم والأزعواء اللي يسمونهم Elite Monsters الوحوش اللي يعتبرون وحوش قواية مثل الرونغارد ولا الرونغريدر هذا عنهم اللي يعتبر وحش عادي بس قوي وحش عادي بس قوي وفي الزعيم اللي يطلب أربعين رزن اللي عندنا في العالم مثل Thunderling Manifestation اللي موجود في العالم إذا بحته يطلب أربعين رزن شان يعطيك الموارد حقتها مثلا اوهو وماغو كينكي وفي الزعماء اللي يعتبرون الزعماء الأسبوعيين ويعتبرون أندر رندر رندر واللي يطلبون ستة رزن للمعلومية الزعماء هذي كلهم يطلبون ولا رزن نهائيا بس أنا بصنفهم تحت ثلاث العلامات تقريبا حلو الرصاصي ولا العادي واللي يعتبر نادر ولا نادر جدا اللي عادي الرون جريدر هذا اللي نادر ماغو كينكي ولا Thunderling Manifestation اللي نادر جدا لسنيورا واللي هم قسموا اللي تحضن باللفلات لتعرفكم والله النوع الوحش اللي بتقابله وكذلك النجوم اللي موجودة عليهم الآن لما تسوي المهمات اللي مساعدة تكلمنا عنها كل مهمة تسويها في احتمال يطيح لك مفتاح بلونين ولا ثلاث ألوان أخضر أزرق منفسجي أو أي ألوان ثانية مختلفة ما يهمنا بس ثلاث مصويت من ندورة المفتاح هذا تقدر تدمجه مع بعض المواد الموجودة عندك عشان يجيك مفتاح لزعيم من الزعماء اللي موجودين في اللعبة كلهم قردن الزعماء موجودين فبحطوا لك نفس الزعماء لكن راح يزدون الـ HP حقهم بشكل كبير يجعلون الـ HP حقهم 8 مليون 16 مليون 20 مليون معيكم مرة يوم هذا رقم موقع موجود الرقمرة تكون أعلى من كده بواجد وكل واحد فينا يمدي يدخل ثلاث مرات في اليوم ويتقاتل مع أحد الزعماء الموجودين قدامك أنت ثلاث مرات في اليوم تدخل تشوف أي زعيم تبيت طب وتتقاتل معه وتتقاتل معه أغلبيتكم يقول الكلب يطب على السنيورة الواقع مو بالكل يجب تتقاتل مع السنيورة الناس واجب يمكن التحدي حقهم يكون صعب بما فيه الكفاني يتقاتل مع الرون قاردر الناس يتهم بدين لعبة يطب فوق ما يسوي ولا شيء المهم الفكرة حقتها أنك لما تدخل راح تيجيك جائزة يسمونها جائزة المشاركة اللي موجود عندك تحت المورة الكتب والإكس بي اللي تستخدمها شانتفل التحالف حقك اللي موجود عندك هنا كل واحد فينا يسوي نجازات في التحالف يأخذوا نقطة هذه يحطها تجاه تطوير التحالف نفسه فكلما قاعد في التحالف أكثر كما كانوا ناسم تفعليين أكثر كلما سرعوا في تلفين التحالف ويوصلوا لأماكن شوي عندك ثلاث مرات يمديك تشارك كل الأشياء هذي وكل مرة تشارك لحطة تطيك الجائزة هذي الفكرة حقا تخيلنا الزعيم مثال عنده ثماني مليون اتش بي ولا دم ولا طاقة ولا الروح اللي تسمنيها حلو أنت ما تدخل عندك تسعين ثانية منك تتغاتل مع الزعيم هذا وتنقص تش بي بقدر ما تقدر خلال التسعين ثانية هذي فتخيل أن دخلت بتحت الزعيم دخلت غاتلت معه ونقصت تش بي إلى مثلا سبع مليون ولا سبعة ونص مليون تكديم الحلو وانتهت تسعين ثانية حقتك توقف المحاولة الأولى يعطونك الجواز هذي وتصير بقي لك محاولتين تسوي المحاولة الثانية تنقص عشر بالمئة المحاولة الثلاثة تنقص عشر بالمئة الآن الزعيم ما مات هذا شي عادي هذا شي عادي جدا الآن كل واحد من عضاء الفريق يدخل في قائمة الزعاماء ويدور الزعيم اللي هو بيحاول يذبحه أو يساعد التحالف يذبحونه فكل واحد يدخل عنده ثلاث محاولات ينقص أكبر قدر من الاتشبيه حق الزعيم اللي قدامه فلنت تنقص عشر وخويكي ثمان طعاش ودع عشرين في راس يدخل يذبحه مرتين وربع عض فارسان يجي كلهم يقوم ونحاول هذا كله ونهاية الوقت راح يموت الزعيم إذا مات الزعيم كل واحد شارك أنت راح تجيك الجائزة الأولى جائزة المشاركة وإذا مات الزعيم اللي شاركت فيه قد لا راح تجي جواز إضافية سواء قطعة واحدة حق التلفيل أشياء مورج على جنب كرسلات حق التلفيل أشياء أعلى ندورة من الأشياء هذه أو نسخ منها بس عدد أكثر وللقيه ما أكثر ذا يحمس الناس أكثر يدخلون يوميا عنده الزعامة يحاولون يذبحونهم ويمديك أنت إذا كان عندك فتاح تكتب ترفع في التحالف عندي فتاح الزعيم فلاني فأفتحها اليوم الساعة ثوان يبدو أن تخلون يذبحون عادي ذا النظام يجعلك تتقاتل مع الزعامها بدون متى السهلة يعطيك مورد إضافية مورد تحضر بسيطة ومجيك تجمعها في اللعبة الآلة وتفرر في العالم نفسها لكن موجودة الطريقة مرتبة وأنيقة وتسرع ولا تحفز الناس يلعبون مع بعض الشيء المحزن أن هذا كله موجود في اللعبة الثانية يعني لا يحتاج يختروعون من الصفر حرفيا موجود في اللعبة الثانية مثل أي نظام ثاني موجود في Genshin Impact العادة موجود في اللعبة الثانية أخذوه وسقلوه بطريقة أفضل وحطوه وقدموه برسومات أفضل بأنيميشن أفضل بطريقة أفضل فأنا ما سوي هدفا مني أن نحاول ندف قدام ونحمسهم ونخليهم يحسون على دمهم ويعجون في الشيء هذا بحط لينك للشخص اللي سوى هذا الفكرة كلها وموقع الرسم حق ميهوي طبعا أبيكم تدخلوا هناك معلكم أمر اللي فيكم يدفني هوي وحمسهم وخليهم حسون على دمهم ادخلوا حط لايك وحط أي تعليق تبيه ولا نبيها ولا أي تعليق بالعالم يخلي فيكم تحمس يشاركني الشيء هذا على من جدة يخلي فيكم تحمس وحسن شي حلو يشاركني لذا حسن شي حلو ما يضر الناس اللي ميبون يدخلون في الأشياء هذه كلا يلعبون صغول وعادي بس الناس اللي يتمنون يكون في نظام تحالفات تفاعل وأشياء وشغل بسه شي جيد علمو إذا أعجبكم فيديو سبسكرايب لايك كومنت سووا لا شير خلوا ربعكم يشوفونا يستبدوا مننا ويطبون يحنون على ميهوي ومعانا حاول نوصل إلى على عدد معين نسوي بوشت للشغلة هذه صراحة شغل مفروض حطينا من زمان ذا موجود أساسي في غربية الأشياء كيف نسحك تقول علمو تنكي لحضوركم اليوم عندي لبثوث يومي من الساعة ثمان للساعة 11 العادة من سوي الخمسة والجماعة بس اليوم عندي بث حول الساعة 5 ساعة 6 تقيمة من مدة ساعة ساعتين بنحاول نسوي فيه سمالة لبثة الجديدة اللي يقولون الناس صعب وفكرتها جديدة فعندي فضول فأحاول اشتركوا في القناة